مرحبا جميعنا شهد الأحداث المؤسفة التي دارت شمال حلب بين العديد من مكونات الثورة وهذه الأحداث ليست الأولى من نوعها بالطبع لكن الذي يميزها أن جماهير الثورة تأمل منها أن تكون الأخيرة وما ذلك إلا لجملة المخرجات التي أفرزتها اجتماعات أطرافها لن نخض في تفاصيل الاغتتال لكن دعونا نصلت الضوء على بنود هذه المخرجات وما هي نيكاساتها ولماذا يحتفي الثوار بها حيث كان أولها توحيد الملف الأمني في منظومة واحدة تضم كوادر مختصة وذات خبرة من مختلف فصائل الثورة تشرف على الأمن في كافة المناطق المحررة ما يعني ضبطا فعليا للملف الأمني وقطع الطريق على المرتزقة والمجرمين وتجار الحشيش وغيرهم من الفاسدين الذين كانوا يستغلون تخلخل هذا الملف وينفذون جرائمهم من خلال ثغراته الناجمة بالدراجة الأولى عن التفرقة والمحسوبيات والفصائلية وكذلك ستخضع المنطقة لنظام حواجز موحد تديره غرفة عمليات خاصة فيمنع أي فصيل أو تشكيل مهما كبر أو صغر من إقامة حاجز في أي بقعة من المناطق المحررة وإنما تتولى هي من وضع تلك الحواجز ورفعها تبعا لمقتضيات الحاجة الأمنية أما بالنسبة للعسكرة فقد أقر المجتمعون أن مكانها الوحيدة هو جباهات القتال وأنه لا علاقة لها بالشؤون الإدارية والمدنية ولا مؤسسات المناطق أو سجونها والتي ستتولاها إدارة محلية بحق غير منحازة لهذا الفصيل أو ذاك والذين سيكون دورهم الأوحد هو حماية المناطق المحررة من الأخطار التي تحدق بها إذن لم يكن هذا الاقتتال كالسابقاته ولم تكن نتائجه كذلك فهذه الأحداث إنما هي تحول في المناطق المحررة من الفوضى إلى التنظيم ومن الخلاف إلى الوفاق ومن التشتت إلى الألفة والاجتماع وهي من جانب آخر وضع للمؤسسة الصحيحة في المكان الصحيح تفرز حالة من العمل الثوري المتكامل في البيت الداخلي والذي ستكون نتائجه الحتمية فتحا وتحريرا بإذن الله للعمل الثوري المتكامل في المنطقة شكرا